لا تعليق رسميا من قبل النظام السوري حتى الآن على العملية التركية التي سهدفت قوات سوريا الديمقراطية قسد في الشمال السوري النظام ومنذ يوم الأحد الفات اكتفى بإصدار بيان خصصه للإعلان عن مقتل عدد من جنوده في الضربة قوات النظام تنتشر في معظم مناطق قسد بموجب تفاهمات عقيدات بعد عملية ما يسمى نبع السلام التركية أواخر 2019 تفاهمات أبرمت لم تغير الرؤية تجاه قسد فاتهمت تارة بالخيانة وتارة أخرى بالعمالة أما تركيا فدائما ترى في مشروع قسد تهديدا لأمنها القومي على حدودها الجنوبية لكن مؤخرا برز تطور في العلاقة بين النظام وتركيا إذ كشفت وكالة رويترز عن لقاء جمع رئيس جهاز المخابرات التركي حقان فيدان بنظيره السوري على مملوك في العاصمة دماشق لقاء تبعته معلومة نشرتها صحيفة مقربة من الحكومة التركية تشير إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيسين التركي والسوري لكن صحفية مقربة من الرئيس التركي أكدت وجود نقاط ستبقى عالقة أمام مسار التقارب يمكن اختصارها بالأسئلات التالية ماذا سيحدث لحزب العمال الكردساني؟ ماذا سيحدث لمعارضي الأسد في تركيا؟ كيف؟ بأي طريقة سيعود اللاجئون؟ يبقى أن تركيا تعد إحدى الدول الفاعلة في الملف السوري إن كان سياسيا عبر مسار آسنة أو عسكريا خلال واقع ميداني فرضته قواتها وفصائل سورية موالية لها منذ سنين إلى جانب السياسة والأمن هناك أربعة ملايين لاجئ سوري تستضيفهم تركيا منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011 وحدع عشر